أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أن 7 ملايين طفل في سوريا وتركيا معرضون للخطر وأوضحت أن حوالي مليونين وخمسمائة ألف طفل باتوا في خطر عقب الزلزال في سوريا وكذلك الأمر بالنسبة لأكثر من 4 ملايين وخمسمائة ألف في تركيا تحديدا يونسيف أوضحت أيضا أن عائلات هؤلاء الأطفال تواجهوا ظروفا صعبة نجمة عن الكارثة سيما وأنهم دون مساكن إيوائية معرضون لمخاطر الإصابة بالكوليرا وأمراض أخرى كما أكدت المنظمة مواصلة تقييم الوضع وتحديد المخاطر المحتملة في كل من سوريا وتركيا وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب الصيحة في فراس ردوان أغلو أهلا بك سيد فراس يعني اليونسيف تتخوف من تفشي للأوبئة في سوريا ماذا عن الوضع في تركيا وما المعلومات المتوفرة هل رصدتم أي مؤشرات بالخيم الأماكن التي يتجمع فيها الأطفال دون أي مقومات للحياة حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي مرض أو أي آفة أو أي شيء من هذه الأمور الصحية لكن وزير الصحة كانت تكلم قبل فترة قريبة جدا أن وزارة الصحة تأخذ بعين اعتبار المخاوف الصحية من انتشار أوبيئة في مناطق المدن العشر التي ضربها الزلزال لذلك أظن أن كما قال هناك أيضا لنقل استنفارا طبيا في الداخل التركي حتى من الولايات الأخرى تم استجلام كثير من الممرضين والأطباء في هذا الأمر لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي أمر لكن أيضا لم يتم الإعلان عن هل تم إعطاء جرعات إضافية دوائية أو بهذا القبيل لم يذكر ذلك لأن بشكل عام ربما النظام الصحي في تركيا يعتمد على الأطفال منذ الولايات يتم لديهم نظام المتابعة للقاحات وما شابه ذلك لكن حتى الآن أظن الأمور يتكلمون على أن لم يحصل شيء لكن التخوفات موجودة لماذا؟ لأن لم يتم نقل حتى الآن كل الذين تضرروا من الزلزال إلى أماكن لنقل صحية على الأقل الخيامية ليست صحية حتى مراكز الإيواء ليست صحية بسبب الابتضاف الذي موجود فيه لكن أظن هذا سيحل مع البلدية ومع الحكومة في هذا الأمر إلى ذلك الوقت سننتظر التقارير الطبية من وزارة الصحة التركية ترجمة نانسي قنقر